مرحبا برج الميزان حبايبي برج الميزان أغلب اللي بتعرف عليهم بتكون صفاتهم كتير حلوة واللي هم بس دبلوباسيين شوي اللي هم برج الميزان عارفين بالضبط إيش المطلوب منهم إيش لازم يعملوا دائما بالوقت المناسب والمكان المناسب فيهم جاذبية مش طبيعية وكان يعني ما بعرف جنسيا أو بالمظهر هم جذابين جدا ولما تيجي تتعرف عليهم بتلاقيهم عن جد انه كمان مش فاضيين من جوا يعني مش من الناس اللي بس جذابين من بره وتقرب منهم تلاقي انه فاضي ولا إشي لا برج الميزان من أعظم الأبراج مع انه أصدقائي مش اكتار من هذا البرج لكن برج الميزان برج الميزان كتير الورق حلو برج الميزان حبايبي بالفتر الماضية كان عندك في الشغل خلينا نحكي أول شي عن العمل الشغل مع انه برج الميزان بيهتم بالعاطفة والشغل في نفس المقدار وبالصحة يعني هم عندهم توازن اسمه الميزان بيحب التوازن في كل شي ما بيحب انه يكون ناجح مثلا في العاطفة وفاشل في العمل أو انه هاي أقل من هاي دائما بيحاولوا انهم يوصلوا لدرجة يكونوا راضيين عن حالهم من جميع النواحي عمليا وعاطفيا وصحيا كمان من الناس اللي بتهتم في أكلها وشربها وبشربوا مية كتير منيح وهم برج الميزان بيحبوا دائما بيطلوا بهاي الكاريزمة هما كاريزمتك كتير برج الميزان وهاي الصفات اللي انا عم بحكي انا راح تلعب دور كبير بالأشهر الجاي برج الميزان عانيت كتير كتير من ظلم في الشهر الأول والشهر الثاني بلش يخف بالشهر الثالث ورجع الشهر الرابع نيسان رجع للظهور لكن انا ببشرك انه هذا الأمر راح يعني ينقطع تماما ويتوقف تماما من حياتك العملية الأشخاص اللي كانوا ضدك راح تنتصر عليهم عمليا وعلى الملأ يعني راح يستحوا من حالهم انهم كيف كانوا يدبروا لك الأمور ويحكوا عليك من وراك ويعملوا كذا وكذا وكذا بس عشان انت سمعتك تخرب في الشغل حيكون في نصر كبير لإلك من بعد شهرين من هلا ما بقول انه الشهر الستة وسبعة مش اوكي لا بالعكس راح تكون بس راح تكون يعني انه التحسن تدريجي متى راح تحس تماما بالنجاح الباهر والانتصار على هدول الأعداء في شهر ثمانية اظن حتحس خلاص انه كل شي انفضاح الاسرار الامور اللي كانت ضدك الحكي اللي كان ينحكى عليك كله مكشف انه كذب والناس راح تتعاطف معك كتير في هاي الفترة بس ما تكون مستعجل الأمور هذا بده شوي تروي لانه عم بيجي بالتدريج فبوصيكم برج الميزان تضلكم بهذا القلب الكبير اللي بيوسع الكل بتصبروا شوي لانه حيكون في عندكم سعادة كبيرة ونصر مش بس بالشول كمان بالعاطفة والصحة بطمنكم من ناحية الصحة بس بدكم شوي تنتبهوا لموضوع ايش بيسم يعني الظهر انه ظهركم يمكن يوجعكم ما بعرف من كرسي الشغل من الكتر الشغل اللي بيكون عليكم وعلى فكرة حيكون في ضغط شغل كبير بشهر ستة لكن النتائج هتشوفها بعد هيك هتنبهر من النتائج هتحس انه تعبك في الشغل ما راح سدن من ناحية العاطفة المتزوجين في كانت مشاكل هتستمر هاي انا اصفة انه بقول انه هتستمر شوي هاي المشاكل اسبوع اسبوعين لكن بعد هيك الطرف الاخر راح يوعى على حاله راح يقول شو انا شو عم بعمل يعني هضيع برج الميزان من ايدي يعني حيعمل كل شي لحتى يرجع هاي العلاقة الحلوة اللي كانت بيناتكم هدا بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للعزاب حبايبي العزاب في خطبة في ارتباط مبين عندي في الاوراق في تساعات كبيرة في زواج في زفة في ما بعرف زغريد هيك اشي بموافقة الاهل طبعا الشخص اللي هتتعرفوا عليه ما كنتوا تعرفوه من قبل هو شخص حكيم كتير و شفاف مثلكم شخص جذاب كتير لبسه انيق جدا جميل من الخارج ومن الداخل ما بدي اقولكم انه يعني مية بالمية هو صافي او قلبه صافي هو اول ما حيتعرف عليكم حيحاول انه يعني مشرد صداقة وكذا واطلع وانزل بس حيلاقيكم وانتو الشخص المناسب اللي هو عم بيدور عليه لفترة طويلة لذلك يعني بدي الحلوان يا برج الميزان انا بدي حلوان ما ايلي علاقة لانه في زواج على فكرة برج الميزان اه من الناس اللي بيحبوا يعني بعد الزواج يكون في عيلة كبيرة يكون في اولاد ولدين ثلاثة اربعة مبعرف بيكون في عيلة ويكون لما هم بيحبوا هاي الاجواء كتير كتير ما بيحبوا يكونوا وحيدين ابدا اه واللي كان معذبهم بالفترة الماضية انه كانوا شبه وحيدين مش وحيدين كان في معاك شخص او اتنين في الشغل اه لكن اه اللي زاد الطين بل الفترة الماضية انه كان في عندك كمان يعني بالنسبة للعطفة بالنسبة للشغل اتنين يعني هاي حتى الكروت فوق بعض اتنين كانوا مش اوكي بالنسبة اليك وعلى فكرة انت كنت شاكك في الشريك اه شكك على فكرة اه مش مزبوط هو مجرد كان في فتور بالعلاقة لكن اه ما كان جرح ابدا هذا انت بتهيئ لك لانه مبين عندي بالاخر انه في سعادة اه كبيرة في شخص حلو اه حيظهر في حياتك شخص نضيف كتير اه من جوة اه مناسب للك كرزين اه خلينا نقول برزانة برج الميزان اه بس بدي اياك يا برج الميزان تتفاقل شوي و اه ما تستعجل الامور انا بعرف انك صبور كتير على اه يعني نجاحاتك انت من الناس اللي يعني بطبخوا الطبخة وبطولوا يعني بالطبخة علشان بالاخير اه تكون النتيجة كتير حلوة وبحب هاي الصفة طبعا في برج الميزان انه من الناس هم اللي بيشتغلوا كتير على هدفهم ماهمهم شهر شهرين ثلاثة يشتغلوا على هدفهم بس حاطين في بالهم اه يعني هم عندهم يقين انه هذا الاشي اه حينجح وفعلا اه بالثلاث اشهر الجايين او الاربع اشهر خلينا نحكي اه حيكون في انتصار اه كبير حيكون في وفرة مالية اه كبيرة الان المادة ما يعني مش تمام لكن احسن من الاشهر الماضية المادة عم تتحسن اه الحب اه قلنا انه بالنسبة للمتزوجين كان في شوية مشاكل والحمدلله الامور من حسن لا احسن يعني اه الطرف التاني ما كان يخون حتى لو كان يحكي مع حدا فهو كان بس من نوع ما بعرف انه غلطة هم مع حسن حالهم غلطانين بالنسبة للعزاب في سعادة كبيرة كمان اه في تجمهر للاهل والحبايب والاصحاب فهو اه وكمان برج الميزان من الناس اللي بنشروا الفرحة يعني ما بيحبوا يكونوا هم مبسوطين لحالهم لما انا اكون مبسوط لا لازم كل اللي حوالي يكون مبسوطين ولازم اذا انا كان معي فلوس لازم كل اللي حوالي كمان يسيروا عام فلوس واساعدهم فهذا اشي كتير حلو بالميزان ليش؟ لانه شخصيته مبنية على التوازن والتكافؤ اه بيحب الامور دائما تتروح بمجراء الصحيح هو انسان مستقيم اه وانا كتير ببارك لك على الفترة الجاي اللي كتير حلوة وغود لك لبرج الميزان